عندما يصبح الاكتئاب ضيفا غير مرغوب فيه في حياة شخص يكون التعامل معه تحديا كبيرا الأفراد الذين يواجهون الاكتئاب يختبرون بتأثيرات سلبية على حالتهم المزاجية والعقلية وقد يؤثر ذلك أيضا على الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية إذا كنت تواجه الاكتئاب فأنت لست وحدك العديد من الأشخاص يرون أنفسهم في سراع مماثل ومهما كانت الظروف التي تؤدي إلى الاكتئاب يمكن أن تكون البداية في التغلب عليها من خلال فهم الأسباب والبحث عن الدعم عندما يظهر الاكتئاب في حياتنا يأتي بأشكال متعددة وقد يكون ذلك تجليا للحزن الشديد أو فقدان الاهتمام بالأشياء التي كنا نستمتع بها في السابق يكون للحالة الاكتئابية تأثيراتها على مستوى الطاقة النوم والتفكير إن التعامل مع هذه التحديات يتطلب الكثير من الصبر والدعم يمكن أن تكون الخطوات الصغيرة الجادة نحو التحسن خطوات فعالة وكأول خطوة أولا التعرف على العلامات إدراك العلامات المبكرة للاكتئاب يعد خطوة حاسمة نحو الرعاية الذاتية والتحسن نفسي عندما تشعر بتغيرات في مزاجك، مستوى الطاقة أو نمط النوم يمكن أن تكون هذه الإشارات تنبيها لبداية حالة اكتئاب الوعي بتلك العلامات يمكن أن يمكنك من التصدي لها بفعالية وطلب الدعم الذي قد تحتاجه إذا كنت تشعر بتغيرات في مزاجك، قد يكون الحزن الشديد أو فقدال الاهتمام بالأنشطة التي كنت تستمتع بها علامة قد تشعر بانخفاض في مستويات الطاقة والحماس مما يجعل القيام بالأنشطة اليومية صعبة كما قد تظهر صعوبات في النوم سواء كان ذلك بزيادة أو نقصان في الساعات التفكير السلوي والشعور بالذنب أو القلق يمكن أن يكون أيضا علامات على الاكتئاب فقدان القدر على التركيز أو اتخاذ القرارات يمكن أن يكون آخر مؤشر يمكن أن يظهر الإنعزال الاجتماعي وفقدان الاهتمام بالتواصل مع الآخرين كعلامات إضافية إدراك هذه العلامات يعطيك القوة للتصدي للاكتئاب بفعالية ثانيا التحدث مع الأصدقاء أو العائلة مشاركة مشاعرك وتجاربك مع الأشخاص المقربين تمثل خطوة جوهرية نحو الشفاء والتحسن العاطفي خاصة في مرحلة الاكتئاب يمكن أن يكون الحديث عن تجاربك مع الأصدقاء أو أفراد العائلة بمثابة أداة فعالة لتخفيف الضغط العاطفي والشعور بالعزلة تجربة الاكتئاب قد تكون محطا للمشاعر الكثيرة من الحزن والقلق والغموض لذلك يصبح من الضروري مشاركة تلك المشاعر مع الأشخاص الذين تثق بهم عندما تشارك مشاعرك قد تجد دعما قويا من قبل الآخرين الذين يمرون بتجارب مماثلة أو يفهمون تأثير الاكتئاب على الصحة النفسية يمكن للدعم العاطفي أن يكون عاملا هاما في تحفيز الأمل وتقديم النصائح والدعم العملي علاوة على ذلك يساعدك الحديث عن مشاعرك في بناء الوعي حول حالتك النفسية ويكون خطوة أولى نحو البحث عن العلاج المناسب تجنب العزلة والتحدث بصراحة مع الأفراد الذين يمكنهم فهمك يلعب دورا كبيرا في عملية التحسن الشخصي والنمو العاطفي ثالثا البحث عن المساعدة المهنية اللجوء إلى المحترفين في مجال الصحة النفسية يمثل خطوة ذكية وفعالة في مواجهة الاكتئاب يتمتع المختصون في هذا المجال بالخبرة والمعرفة اللازمة لتقديم نصائح متخصصة وعلاج فعال يناسب احتياجات كل فرد قد يساعدك مستشار الصحة النفسية أو الطبيب النفسي في فحص جوانب حياتك النفسية والعاطفية بطريقة شاملة يمكن لهم تقديم أساليب وأدوات تعاملية تساعد في فهم الأفكار والمشاعر السلبية وتوجيهك نحو سبل تحسين صحتك النفسية المحترفون في مجال الصحة النفسية يمكن أن يقدموا دعما لا يقدر بثمن من خلال الجلسات الفرضية أو الجماعية ويوفرون إرشادات على كيفية التعامل مع التحديات والتغلب على الصعوبات بالإضافة إلى ذلك قد يقترحون تقنيات محددة للتفاعل مع المشاعر السلبية وتحفيز تغيير الإيجابي التعامل مع المحترفين في هذا المجال يساهم في تقديم دعم متخصص ومهني لمساعدتك على التغلب على الاكتئاب وبناء أساس صحي لحياة أفضل رابعاً تجنب الإنعزال البقاء متصلاً بالعالم من حولك يعد جزءاً مهماً في رحلة تغلب على الاكتئاب حتى عندما تكون الرغبة في التفاعل مع الآخرين ضعيفة يكون البقاء متصلاً مفيداً للصحة النفسية يمكن أن تكون هذه الاتصالات البسيطة مثل الدردشة مع صديق أو القيام بنشاط اجتماعي صغير طريقة فعالة لتحسين المزاج وتقديم الدعم العاطفي العزلة تزيد من شعورك بالوحدة والاكتئاب لذا يشجع على المحافظة على اتصالاتك مع العائلة والأصدقاء حتى في اللحظات الصعبة قد يكون الدعم الاجتماعي أحد العوامل المحفزة التي تساعد على التغلب على التحديات يمكن أيضاً اكتشاف فرص الانخراط في أنشطة اجتماعية أو تطوعية همك تلك الأنشطة لا تقدم فقط فرصاً للتفاعل مع الآخرين بل يمكن أن تكون أيضاً وسيلة لتحقيق إحساسك بالانتماء والغرض في حياتك مما يلعب دوراً هاماً في تحسين صحتك خامساً اعتماد نمط حياة صحي تكمن الرعاية الذاتية في تبني عادات صحية تساهم بشكل كبير في تحسن المزاج والصحة النفسية من بين هذه العادات الصحية تناول طعام صحي وممارسة الرياضة لأنهم يلعبون دوراً بارزاً عندما تأخذ الوقت للعناية بجسدك ينعكس ذلك إيجاباً على حالتك النفسية تأثير التغذية السليمة على المزاج لا يمكن إغفاله يفضل تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية في النظام الغدائي الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكريات يقلل من التقلبات في المزاج ويعزز الشعور بالراحة من جهة أخرى أظهرت الأبحاث العديد من الفوائد النفسية لممارسة الرياضة بانتظام تفرز الرياضة مواد كيميائية في الدم مثل الإندورفين والتي تعرف بتأثيرها المحسن على المزاج بالإضافة إلى ذلك تمارس الرياضة دوراً في تقليل مستويات التوتر والقلق مما يعزز الشعور بالراحة النفسية سادساً تعلم تقنيات التفكير الإيجابي يمكن للأفكار السلبية أن تكون عائقاً كبيراً أمام تحقيق النجاح والسعادة عندما ندرك تأثير الأفكار السلبية على مزاجنا وسلوكنا يصبح من الممكن تغييرها وتوجيهها نحو الإيجابية أولاً وقبل كل شيء يتعين علينا الوعي بالأفكار السلبية عندما تظهر ومن ثم تحويلها بفهم وصدق استبدال الأفكار السلبية بإيجابية يتطلب تحليل الوضع بشكل أعمق وتحديد النقاط الإيجابية والفرص الممكنة على سبيل المثال إذا كنت تعتقد أن موقفاً معيناً سيئ حاول تحويل هذه الفكرة إلى فرصة للتعلم من الموقف باعتماد هذا النهج البناء لتحويل الأفكار السلبية يمكن أن يحدث تأثير كبير على التوجه العام لحو الحياة التركيز على الأفكار الإيجابية يساهم في تعزيز التفاؤل وبناء رؤية أكثر إشراقاً مما يؤثر بشكل إيجابي على جودة الحياة بشكل عام سابعاً القبول وعدم الإنكباب على الذات قبول أن الاكتئاب جزء من التحديات الحياتية يمكن أن يكون خطوة كبيرة نحو التحسن والشفاء عندما تعترف بوجود الاكتئاب كجزء من تجربتك تمنح نفسك الفرصة لفهم أعماق مشاعرك ومواجهتها بشكل مفتوح الإنكباب على الذات والشعور بالذنب قد يعطل عملية التحسن بدلاً من ذلك يمكنك تغيير الرؤية الداخلية والنظر إلى الاكتئاب على أنه تحدي قابل للتعامل معه من خلال قبول أن لديك مرحلة صعبة تستطيع توجيه الجهود نحو تحسين الحالة عندما تقبل الاكتئاب كجزء من حياتك ولا تلوم نفسك تفتح أمامك فرصاً للتعافي قد يكون الاكتئاب تحدياً ولكن قبوله يمثل خطوة رئيسية نحو إحداث تحول إيجابي في رحلة التحسن الشخصي في الختام لا تنسى أنك تستحق الاهتمام والدعم إذا كانت الأمور تتحسن ببطء فهذا أمر طبيعي الاكتئاب ليس تحدياً يمكن التغلب عليه في لحظة واحدة ولكن مع الصبر والتفاني يمكن تحسين الحالة والعودة إلى الحياة الإيجابية